يد تختطف واخرى تفاوض هكذا تتعامل ميليشيا الحوثي مع ملف المعتقلين حيث أفادت الأنباء الآتية من صنعاء بإحالة عشرة الصحفيين مختطفين في سجونها للمحاكمة وقالت مصادر حقوقية بأن سلطات الميليشيا بصنعاء وجهت عدة تهم كيدية للصحفيين منها إذاعة أخبار مغرضة لصالح ما يسميه الحوثي بالعدوان الصحفيون المختطفون لدى ميليشيا الحوثي منذ سنوات تعرضوا أكثر من مرة لمحاكمات بدون تهم واضحة في محاكم مختطف قرارها القضائي وتمت معاملتهم وفق تقارير حقوقية لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي فضلا عن منع التواصل مع أهاليهم وأقاربهم تاتي هذه الانتهاكات بحق الصحفيين المختطفين بالتزامن مع المشاورات التي تجري في الأردن برعاية أممية لبحث ملف المعتقلين وافد المبعوث الأممي مارتين غريفث خلال إحاطته لمجلس الأمن بقرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى والمعتقلين أولئك الذين لا يزالون يرزحون في السجون تمت أمل بأن الترفين يمكنهم أن يدفع بهذه القهود السياسية وذلك لم شم لألاف الأسر ولأتخفيف من العب الإنساني الذي يحيق بأولئك الذين عانوا من الأسر الرواية الأممية قالت إن الدفعة الأولى من تبادل الأسرى ستكون بناء على قاعدة الكل مقابل الكل لكن المبعوث نفسه لم يعطي دلاء إلى عملية تؤكد جدية تنفيذ الاتفاق بل عبر عن أمله في حطته لمجلس الأمن بأن تثمر تلك الجهود الجارية إلى لم شمل آلاف العائلات ورفع المعاناة عن المعتقلين وقايع المشاورات بشان المعتقلين تؤكد بأنهم لا يزالون ورقة تفاوض سياسية ضمن جملة اتفاقات ترعاها الأمم المتحدة التي تنتظر كما تقول بياناتها تقدم الأطراف خطوة إلى الأمام في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي المختطفين مجرد الموافقة على زيارة أبنائهم في سجون الميليشيا